السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلو الطلبات الصف السادس من النات 6 اهلا بكم مرة تانية مع درسنا التالت من كتاب استباهات طبعا اللي مش متابعنا من الاول حيلاقي كل الدروس بتاعة الوحدة الاولى من اول الدرس الاول والتاني في صندوق الوصف تعالوا يلا نبتدي بكلماتنا النهاردة كلمات الدرس التالت طبعا عنوان الدرس بتاعنا وائلز فيفريت بلايس ان نيويورك طبعا مكان واقل المفضل في مدينة نيويورك اول كلمة طبعا كلمة فلور 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 يعني طابق او دور بس ثرو بس ثرو 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 بس ثرو يعني مر عبر أو الصفر ، خاصة تعال نشوف يلا الكلمات بتاعت القصة بتاعتنا اللي اسمها The Selfish Giant يعني العملاق الاناني Selfish, Selfish يعني اناني Giant, Giant, عملاق Season, Season, Season يعني موسم Village, Village, Village يعني قرية Wonderful Garden, Wonderful Garden, Wonderful Garden Countryside, Countryside, Countryside Big wall, Big wall, Big wall, Hole, Hole Empty, Empty, Empty Corner, Corner, Corner Branches, 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 Branches Local Children, Local Children, Local Children يعني اطفال المنطقة تعال نشوف يلا الاكسترا vocabulary اللي هو مدهاري عندنا Make Into Make Into يعني يحول الى On the 16th floor On the 16th floor يعني في الطابق السادس عشر At night At night يعني ليلا Wake up Wake up Wake up يعني يستيقل For a long time For a long time يعني الفترة طويلة Go out Go out يعني يخرج Come back Come back يعني يعود او يرجع On their way home On their way home يعني افترككم للبيت At home At home يعني في البيت At the end of the story At the end of the story يعني في نهاية القصة تعال نشوف الother words Soft green grass Soft green grass يعني وجبة اخدر نعن Lovely sound Lovely sound يعني الصوت جميل Winter Winter يعني الشتاء Spring Spring يعني ربيع Miss home Miss home يعني افتقط الوطن The days pass The days pass يعني تمر الايام Tiny boy Tiny boy يعني صبي ضئيل الحج Quiet Quiet يعني هادئ Silent Silent يعني صامت Noisy Noisy يعني مزعج Famous Famous يعني مشهور Great view Great view يعني منظر رائعة وطلال رائعة طبعا حبابي هنا مديني بعض Definitions المفروض اعرفها عندنا كلمة Pass Through يعني يمر عبره أو من خلال معنى Goes from one place to another يعني يذهب من المكان لآخر Railway line Railway line A road for trains طبعا ده طريق للقطرات Local residents اللي هما السكان المحليين اللي هما People who live in a neighborhood يعني الناس اللي عيشة في حي سكني Hang out Hang out بمعنى تسكع يعني Spend time with or relax together نحن من قد وقت أو نسترخي أو نستريح بسويا عندنا كلمة Miss Miss Feel sad that you can't have or see something يعني تشعر بالحزنة إنك مش قادر تملك أو تشوف شيء تعالوا حبيب يلا نشوف تصرفات الأفعال العادية بتاعتنا المنتظمة Miss Missed Miss Missed Relaxed 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 Walk Walked Watch Watched Watched Turn Turned 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 Covered 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 Left 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 Climb up Climb up طبعا اللي بيهنا Silent حبيبي Climb up Climbed Climbed Open Opened Move Moved Create Create Created Created Taste Taste Tested Tested Share Share Shared Shared Arrive Arrive Arrived Arrived تعالوا حبيبي يلا نشوف الأفعال الشهزة عندنا كلمة Run الماضي بتاعها Run Run Ran Hangout 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 Till Told Till Told Sing 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 Build 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 Fall Fill Fall Fill Wake Wake Woke Woke See Saw Saw Fly 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 Flew Away Riot Riot Road Road Was Pan Spend Time Spend Time Come Back Came Back Stand Stand Stud Go Out Went Out Went Out طبعا في الدرس التالت حبابي بيميل لي الفرق بين صوت الثه وصوت الثه طبعا اللي صوتها الثه يعني لازم اطلع لساني بين سناني وانا بقول الصوت وصوت الثه وازاي ان الكلمة ممكن اتغير معناها تماما لمنطق الثه عندنا مسلا كلمة شكل كلمة ثم 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 لو انا نضقتها ثم ثم يعني ما طلعتش لساني بين سناني وقلت الصم كده المعنى اتغير تماما بقى معناها حاصل جمع مسألة حسبي ده كلمة ثينك 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 دي يفكر او يعتقد لو قلنا ثينك 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 بقى حوض او يغوز ثك 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 يعني سميك لو بقت سك ثك هتبقى مريض ثرو ثرو يعني يقزف او يرمي صو صو يعني لذلك ماث 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 ثم لكن ماث 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 خلي بالك من النظر فور باث باث يعني طريق باث باث يعني امر ثين 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 يعني شيء لكن لو خلناها ثينك ثينك يعني يغني ثيرستي 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 يعني عطشان سيد سيد يعني بذرة ثانكس 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 يعني شكرا فهنا ما ينفعش اقول عليها ثانكس اولا بالاس لازم بالتي اتشي ساو انثى ثانكس ستوك ستوك يعني ساق النبات باث باث يعني حوض الاستحمام باس باس يعني حافلة او توبيس ثاندر ثاندر يعني رعد سانسيت سانسيت يعني غروب الشمس ثريتن 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 يعني يتبعد او يهدد ساني 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 يعني مشمس تعالى هنا حبيبي ما يدي لي بعض النوتس عن the high line يقول لي ايه هو ال high line ده قال له عبارة عن منتزع اقدر يبلغ طوله حوالي اتنين ونصف كيلومتر وهو طريق اقدر كان في الماضي مسارا للسكك حديد نيويورك المركزي وما عدش يستعمل فيه التمانينات ويقع في الجانب الغربي من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الامريكي لما اقول لي حبيبي 19 eights ويحط بعدها اسك ده يبقى اصب بيها من 1980 ل1989 تعالوا حبيبي يلا نشوف الايميل اللي بعته واقل لي سامير من نيويورك بقول لي هاي سامير how are you كيف حالك I'm well انا بصحة جيدة نيويورك is great وكمان مدينة نيويورك ده عظيمة our apartment block is on the 16th floor الشقة بتاعتنا موجودة في الدور 16 so we have a great view of the city عشان كده بنشوف منظر جميل او رائع للمدينة نيويورك has a lot of green spaces بقول لي نيويورك ده فيها مناطق خضرة كتير there are also projects to create new parks and green spaces in parts of the city that no one uses now بيقول لي ان في بشرية تانية لعمل مناطق خضراء في اماكن الناس ما بتروحهاش دلوقتي او ما بتستخدمهاش دلوقتي like the famous high line do you know about it شكل famous high line كده خطوط السك الحديد اللي كانت بيمشي على القطرات في نيويورك هل تعرفها؟ فبقول لي years ago حيبدأي دلوقتي معلومات عن the high line was a railway line كبيرة كل الناس تقدر تستخدمها now it's a green space دلوقتي بات منطقة خضراء with more than five hundred species of plants and trees in it يعني فيها أكتر من خمسمائة نوع من الأشجار والنباتات it's two point five kilometers long and when you walk through it you can see artworks watch a theater performance eat delicious food do a yoga class or go running اللي اه ده هي طولها اتنين ونص كيلو متر وانت لما تمشي من خلالها تقدر تشوف اعمال فنية وتشاهد اعمال مصرحية وكمان تاكل طعام لذيذ وتأدي حساس يوجا وكمان ممكن تذهب للجريب or just hang out with your friends أو تتسكع مع أصحابك i think it's my favorite place in new york أعتقد ان ده المكان مفضل بتاع في new york it passes through our neighborhood ده بيمر في الحي السكني بتاعنا so i often go there with my parents شان كده بروحناك مع باب وماما it's really cool درائع here is one of my photos طبعا وكمان دي سورة ليا ونا موجودة فبيسألوا بقى بقولوا how are things in alexandria يا ترى الأخبار في اسكندرية i miss home يعنينا وحشني الوطن new york is very noisy all the time بقول نيويورك زحمة طول الوقت alexandria is much quieter at night لكن اسكندرية أهدى بالليل there are lots of different restaurants here in new york and the food doesn't taste like the food at home بقول في مطاعم كتيرة مختلفة هنا في نيويورك بس الأكل طعمه مش شكل طعم الأكل اللي موجود في اسكندرية at the restaurants in alexandria are better طبعا المطاعم في اسكندرية أفضل I think the food is fresher and tastes more delicious أعتقد أن الطعام بيبقى طازق أكتر وكمان طعمه أفضل وألس في مصر I miss our food so much بصراحة مفتقد أكلنا جدا write soon and tell me all your news وطبعا مضى تحت وائل قال له اكتب لي وقل لي أخبارك أنا صديقك وائل تعالوا حبيبي بقى نشوف حكاية selfish giant يعني العملاق الأناني in a village يعني في قرية in the countryside there lives a giant who has a wonderful garden كان عايش حبيبي عملاق العملاق دا عنده حديقة رائعة جدا in his garden there are tall trees beautiful flowers and soft green grass في الحديقة بتاعته كان في أشجار طويلة وكمان زهور جميلة وكمان عجب أغدر وناعم there are colorful birds singing in the trees and the bees on the plants وكمان طيور جميلة بيتغني في الأشجار وكمان في نحل موجود على النباتات every afternoon on their way home from school the local children come to play in the giant's garden كل يوم حبيبي الأطفال وهي رجع من المدرسة بعض الظهر كانت بتلعب في الحديقة the lovely garden always makes the children happy واللي الحديقة ديكة بتجعل الأطفال سعداء but the selfish giant doesn't want to share his garden so one day he builds a big wall around it لكن العملاق الأناني ده ما كانش عايز حدي يستعمل الحديقة بتاعته عشان كده بنا صور كبير حواليها now the children never come there to play خلاص الأطفال ما بقوش يروح هناك عشان يلعبوا the days pass and the garden is always empty and silent بدأت الأيام تمر والحديقة حبيبي فضية وكمان صامتة slowly the green grass turns brown بدأ العجب الأغدر يتحول للون البني the leaves fall from the trees وبدأت الأوراق تسقط من على الأشجار then snow covers the garden and all the birds and bees fly away بيقول لي إن الجليد حبيبي يغطى الحديقة وبدأت الطيور وكمان النحل يطير ويهرب بعيد spring arrives in the village but in the giant's garden it's still winter وصل الربيع القرية لكن في الحديقة بتاعت العملاق ما زال الشيطة موجود everything is under the snow كل حاجة تحت الجليد the giant doesn't understand usually his garden is beautiful in spring كانش فيم حاجة طبعا لإني دايما كانت الحديقة بتاعته جميلة في الربيع what's wrong؟ عمال يسأل نفسه وفي إيه then one morning he wakes up and hears a lovely sound في يوم الأيام بيصحى ويسمع صوت جميل a little blue bird is singing in a tree outside سمع صوت طائر جميل أزرع بيغني بره في الشجرة then the giant hears another sweet sound children laughing بعد كده سمع صوت جميل الأطفال بيتحكوا he looks out of the window and sees that the children have come back through a hole in the garden wall فبس برا كده لأ الأطفال دخلوا الحديقة من خلال صجب في الصور now they are sitting in the trees عاديين دلوقتي في الأشجار the leaves on the trees are green again and the flowers are opening around them بدأ الأوراق تغدر مرة تانية وكمان الظهور بدأت تفتح the giant feels so happy to see his garden grow again بدأ يفرح جدا لما شاف أن الحديقة بتاعته بتنمو مرة تانية but in one corner of the garden it's still winter بس في زاوية كده من زاوية الحديقة كان مازالش يتموجود the giant sees a tiny boy standing there فشاف ولد صغير واقف فيناك he is too small to climb up into the tree صغير جدا مش قادر يتسلق الشجرة suddenly the giant understands everything ففيهم العملاق كل حاجة now I know why the spring didn't come he says because I was selfish about my garden بقول دلوقتي أنا عرفت ليه الربيع مجاش لإن أنا كنت أماني بخصوص الحديقة بتاعتي he goes out and help the little boy climb up into the tree فخرج وساعد الطفل الزغير إن هو تسلق الشجرة suddenly all the leaves on the tree open and the birds fly up into its branches and start to sing وبدأت الأوراق كمان بتاع الشجر تتفتح والطيور كمان طارت على فروع الشجر وبدأت تغني when you are not selfish he says good things happen بدأ يدينا بقى حبايب المورل يعني الدرس المستفاد من القصة اللي بيقول لي فيه لما ما بيكونش آناني ده هو اللي بيقول طبعا اللي بيحصل قال لي كل شيء جيد بيحصل تعال حبايب يلا نشوف السؤال الأولاني بقول لي read and match the lovely garden always بيقول لي إن الحضيقة الجميلة دي كانت دائمة طبعا أكيد makes the children happy طبعا كانت بتخلي الأطفال سعداء تعال نشوف number two بقول لي our apartment is بقول لي إن الشقة بتاعتنا كاتفين حبايبي برافو عليكم on the 16th floor يعني في الطابق الست عشر تعال نشوف number three بقول لي the giant feels so happy بقول لي إن العملاق شعر بيسعد أكيد to see his garden grow again لما شاف الحضيقة بتاعته بتعمه مرة تانية تعال نشوف number four بقول لي نيورك is very noisy بقول لي نيورك دي مدينة مليئة بالضوضاء لكن طبعا اسكندرية أهدب كتير تعال نشوف number five كان فيه ظهور جميلة وكمان and the soft green grass تاني and soft green grass تعال نشوف حبابي number two بقول لي to pass through means بقول لك إنك تمر من خلال دي معناه إيه I need to go from one place to another بقول لك تذهب من مكان إلى آخر بقول لي the railway line is بقول لي إن غط السكة الحديدة is a طبعا is a route for trains يعني طريق للقطارات تعال نشوف number three بقول لي to hang out means أو إنك تتسكع وتتمشى مع صحابك دي معناها to spend time with or relax together بتقضي وقت مع بعض أو تستريحوا مع بعض number four بقول لي local residents بقول لي السكان المحليين دول مالهم اللي people أكيد who live in a neighborhood يعني الناس اللي عيشة في الحي تعال نشوف number five بقول لي to mess means آه إنك تفتقد دي معناه إيه I need to feel sad that you can't have or see something تعال نشوف يلا السؤال اللي بعده عندنا كلمة create كلمة create معناها ينشئ عندنا كلمة famous يعني مشهور عندنا كلمة neighborhood اللي هي الحي عندنا كويتر يعني أكثر هدوءا و spaces يعني أماكن أو مساحات بقول لي نيويورك has a lot of green طبعا بقول لي نيويورك فيها إيه خضراء أكيد spaces يعني مساحات خضراء بقول لي there are also a lot of projects to a new parks and green areas and parts of the city that no one uses now like the a high line آآ طبعا بقول لي إن في مشاريع عشان قلنا create يعني عشان ننشئ تاني to create يعني عشان ننشئ أماكن خضراء أو حضائق وأماكن خضراء في أجزاء من المدينة محدش بيستخدمها like the a high line قلنا شكل the famous high line famous high line يعني high line خط السكة الحديد المشهور it passes through our e طبعا هو بيعدي من e so I often go there with my parents يبقى it passes our neighborhood آآ يعني بيعدي في الحي بتاعنا تعالوا يلا يا حبيبي نشوف الكلمات دي ويطرح هنكمل بالثه ساوند ولا السه ساوند طبعا أول كلمة كلمة سيد وسيد حبيبي بمعنى بزراء هي بقى نقصة سه ساوند تعالوا حبيبي نشوف الكلمة اللي بعدها تعال نشوف اللي بعدها هي كلمة سنغ وسنغ حبابي بنقصة الاس يغني سنغ ساسع تعال نشوف حبابي يالله سؤال الكتاب يقول لي طبعا أكيد طول تريز يعني أشجار طويلة طبعا بقول لي الحديقة الجميلة دي بتجع للأطفال كلمة هابي حبابي بمعنى سعداء بقول لي أين يعيش العملاق طبعا حبابي يبقى هو عايش في قرية في الريف طب تعال نشوف السؤال الثاني بقول لي كانوا بيعملوا ايه في طريقهم من المدرسة طبعا كانوا بيقوا عشان يلعبوا يعني في الحديقة بتاعة العملاق يبقى دي لقابة نمبر 2 تعال إلا نشوف سؤال الترتيب عندنا سبيسيز عندنا هاز نيويورك اف جرين طبعا عايز أقولي نيويورك فيها كتير من المساحات الخضراء يبقى حقول نيويورك هاز طبعا عايز أقولي نشأتنا في الدور الخامس فحقول تعال نشوف نمبر 3 بقول لي نمبر 5 يبقى 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 ترتيب 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 نشوف اللي بعدها جايانت ذا is lives village طبعا عايز أقولي نعملاق بيعيش فيه كرية يبقى حقول تاني there are tall trees in the garden تعالوا يا الله حبيبي نشوف سؤال الترقيم بولي بانكتوية the following بولي what's where else favorite place in نيويورك طبعا حبيبي ال W لازم تكون capital عشان في أول الكلام بتاعة وات وعندنا وائل برضو لأن اسم شخصي بقى لازم ال W بتاعته تكون capital طيب نيويورك قلنا آه ده اسم بلدي بقى لازم ال N بتاعت نيويورك وكمان ال Y بتاعت يورك نيويورك لازم تكون capital وفي الآخر طبعا حط فلسطوب لأن دي جملة عادية طب تعالي نشوف نمبر توب ولي no I don't want any more candy يعني لا أنا مش عايز أي حلوة أكتر طبعا لأن حبيبي هتكون capital عشان في بداية الجملة بعد no طبعا لازم حط الكما بتاعتي وبعدين اللي I لازم تكون capital عشان دي معناها أنا طيب يبقى I don't want any more candy في الآخر راح حط فلسطوب النقطة بتاعتها عادي جدا تعالي نشوف نمبر ثري طبعا اللي طبعا هتكون capital عشان في بداية الجملة يعني في شمال الجيزة طبعا الجي هنا هتكون capital عشان ده اسم بلده وفي الآخر طبعا هحط الفلسطوب بتاع تعالي نشوف يلا اللي بعدها يقولي can you give me the blue crayon بليز ممكن تديني اللون الازرق من فضلك طبعا السي بتاعت كان هتكون capital عشان في بداية الجملة وبعدين can you give me the blue crayon بليز قبل بليز طبعا حبيبي عارف ان انا بحط كما وفي الآخر هحط question mark عشان ده سؤال تعالوا بقى حبيبي نشوف الفلسطوب بتاعي اللي بيكلملي عن الكزندريا اسكندريا طبعا هنا المفروض ان انا بكتب عن زيارة الاسكندريا يعني كلامي هيكون في الماضي طبعا لما اجي اكتب حقول حقول ان مصر دي بلد جميلة لاحظ ان انا بسيب شوية في اول سطر وبعدين بقولي there are many places to visit in egypt في اماكن كتير اقدر ازولها في مصر one of the most beautiful places to visit is alexandria هو اسكندريا we went there last summer يعني احنا رحنا هناك السفل فات we went by car يعني احنا رحنا بالسيارة we stayed at a hotel عادنا في فندو we visited many places زرنا اماكن كتير we went to the sea رحنا البحر we played on the beach لاحظنا كلامي كله في الماضي we swam and had fun يعني عمنا وكمان استمتعنا we visited alexandria library زرنا مكتب الاسكندريا we read books يعني قراءنا كتب it was a nice place ده كان مكان جايد طبعا ممكن اكتب اكتر من كده بالاماكن اللي انا زرتها thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes يلا ما كنتش تتركت في القناة اشترك بسرعة ولا ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله شاير لكل زمالك عشان الكل استفيد good bye السلام عليكم موسيقى اشتركوا في القناة